أهلا بكم كل متابعي الكرام الفيديو اللي معنا النهارة هنتكلم فيه عن حديث الساعة وهي قضية إدمان شرين عبدالوهاب وهنعرف معنا في الفيديو مين هي صاحبة الواقع أو المتهمة في واقعة إدمان شرين هنعرف تفاصيل عنها وهنعرف هي مين وتفاصيل وأسرار كتير قوي هنعرفها عن سارة طباخ وعن محمد الشرنوبي وعن شرين وحسام حبيب وهنعرف تفاصيل لأول مرة ظهرت المنتجة سارة طباخ مع حسام حبيب طليق الفنانة شرين أمام المستشفى اللي بتتواجد فيها شرين وللاطمئنان على حالتها الصحية وكلنا سمعنا الأخبار دي وشفنا التجمع اللي كان أمام المستشفى وتصدر اسم إدمانتجة سارة طباخ تريند على موقع التواصل الاجتماعي وعقب استغاسة السيدة كريمة أبو زيد والدة الفنانة شرين عبدالوهاب وامطلبتها بإنقاذ ابنتها من سارة طباخ وحسام حبيب كمان ليش بس والدة شرين لا ده كمان محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شرين بسبب دعمها لحسام حبيب سارة طباخ نعرف تلوقتي مين هي هي من موليد الأسكندرية 1980 وهي ابنة اللعب سيد الطباخ نجم نادي الأولمبي السكندري وبداية سارة كانت في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ثم انطلقت مجال التصويق والعلاقات العامة في العديد من الشركات الإعلامية والقنوات وكان أبرزها قناة الحياة وقناة النهار كمان وانتقلت بعد كده للتصويق العقاري ثم عملت كمستشارة فنية وإعلامية لعدد من النجوم ومنهم عمر الزياب وكمان شرين عبدالوهاب ودخلها الوسط الفني كمستشارة فنية وإعلامية للعديد من النجوم جعل لها الكثير من الأصدقاء داخل الوسط الفني ودخلت سارة طباخ في صراع قضائي وكلنا شفنا الموضوع ده كان حديث الساعة وحورها مع محمد الشرنوب خطبها السابق وكان طبعا حديث الساعة وكان اختلاف جامد جدا وكان فيه قضايا كمان وكانت هي مفتاح دخول محمد الشرنوبي في أول بدايته الوسط الغنائي بعد تواصل معاه وأقنعته إن هو يغني بعد أن كان رافض بشكل كبير جدا إن يغني وكان شايف نفسه إن هو مش مطرب محترف وعرضت عليه في الأول إنه تنتج له أول ألبوم ليه خلال شركتها الانتاجية فقامت سارة فعلا بإنتاج أول ألبوم لمحمد الشرنوبي وبعد أول ألبوم قامت صداقة كبيرة جدا ونشأت علاقة ما بين سارة طباخ ومحمد الشرنوبي وتتوجت العلاقة دي في النهاية بإعلان الخطوبة رغم إن سارة طباخ تجبر عن الشرنوبي بخمستاشر عام وبعدها تم إعلان إن سارة طباخ انفصلت عن محمد الشرنوبي وتفاصيل كانت مفاجأة عن الخلاف كانت الخلافات اللي ما بينهم خلافات مادية وخاصة بأمور التعاقد الفني اللي كشف إنه اتفجأ بقيام خطبته بتوقيع عقد احتقار معاه لمدة عشر أعوام بمبلغ الشرط الجزائي فيه مبلغ كبير جدا 600 ألف دولار وبرر سبب توقيعه على العقد إنه كان بيحبها بشدة وإنها أخبرته إن أول ما يحس إنه هو مش مرتاح هيحصل على العقد ده فورا في حالة عدم شعوره بالراحة وإن التفاصيل العقد ما هو إلا تفاصيل شكلية ويجب أن لا يتأثر ولا يقلق أقنعت سارة طباخ بحمد الشرنوبي إنه يمدي وبالفعل مضى وبعدها اتهمها بأنها قامت بنشر فيديو خطوبة قديم لها رغم إنها لم يكونوا مخطوبين في تلك الفترة كنوع من أنواع الضغط علي أكشف محمد الشرنوبي إن والده كان رافض تلك الزيجة وإنه لم يقم بحضور حفل خطوبته وذلك لم يظهر في أي مشهد في فيديو حفل خطوبتهم الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بشكوى في نقابة المهن الموسيقية مؤكدة أنه يتمنى عن تنفيذ تعاقد مع الشركة شركتها لتقوم النقابة بإيقافه ثم تقرر مقاداته كما طوالت المشاكل ما بين محمد الشرنوبي وصارة طباخ كما اتهمت صارة طباخ محمد الشرنوبي بسرقة سكوتر في محضر رسمي بقسم شرطة أكتوبر وهو ما نفى محمد الشرنوبي وأكد إنها كانت أهدته السكوتر دابه بالنسبة عيد ميلاده قبل انفصلها عنه وقبل سنوات تقدم تامر عشو أيضا برفع الشاكوى في نقابة المهن الموسيقية ضد سارة طباخ على خلفية عدم التزامها بعدها معين وهي دي سارة الطباخ ودي حياتها صاحبة واقعة أو المتهمة في واقعة إدمان شرين عبد الوهاب بالاشتراك مع حسام حبيب ترجمة نانسي قنقر